بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات الأحد الرابع من شهر بابا إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع بركته أعرف علينا أمين أعترف لك يا رب باستقامتي قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفاظها على جميع المقدس على جميل المقدس وحقوقك أعرف شرعين لكي Omega 7 ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وللوقت ألزم تلاميذه أن يركب السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعدا إلى الجبل على انفراد ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحدة وأما السفينة فكانت بعيدة عن البر بنحو خمس وعشرين غلوة معذبة من الأمواج لأن الريحة كانت مضادة وفي الهزيع الرابع من الليل جاء إليهم ماشيا على البحر فلما رآه تلاميذه ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا فأجاب بطرس وقال له يا رب إن كنت أنت هوا فمرني أن آتيا إليك على الماء فقال له تعال فنزلا بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولما رأى الريح خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني فللوقت مد يسوع يده وأمسكه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت فلما ركب السفينة سكنت الريح والذين كانوا في السفينة سجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله فلما عبروا دخلوا إلى أرض جني سارت فعرفه رجال ذلك المكان وأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وقدموا إليه جميع السقماء وطلبوا إليه أن يلمسوا هدبا ثوبه فقط فجميع الذين لمسوا خالصوا إنجيلوا باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصلوا من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع إعينا من مزمير يبينا داود النبي بركته علينا أمين اعترف لك يا رب في الجماعة الكثيرة وفي شعب جزيل أسبحك لساني يلهجوا بعدلك وبحمدك اليوم كله العظيم هَلِّي يَعَالُّي يَعَالُّي يَعِيلُّيَا مُبَارَكُ الآت باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وفي الأحد أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقين فرأت الحجر مرفوعا عن باب القبر فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما قد أخذوا سيدي من القبر ولست أعلم أين وضعوا فخرجا بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكانا يسرعان كلاهما معا فركض التلميذ الآخر وسبق بطرس وتقدما أولا إلى القبر وتطلعا داخلا ورأى الثياب موضوعه ولم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الثياب موضوعه والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الثياب بل ملفوفا وموضوعا في ناحية وحدا فحينئذ دخلا أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمان لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي له أن يقوما من بين الأموات فمضت الميذان أيضا إلى موضعهما أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي وفيما هي تبكيه تطلعت داخل القبر فرأت ملاكين بثياب ضيض جالسين واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوعا فقالا لها يا مرأة ما بالك تبكين فقالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه ولما قالت هذا يا مرأة التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع فقال لها يسوع يا مرأة يا مرأة لماذا تبكين من تطلبين فظنت أنه البستاني فقالت له يا سيدي إن كنت أنت قد حملته فأعلمني أين وضعته وأنا أخذه قال لها يسوع يا مرأة فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية ربوني الذي تفسيره يا معلم قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي فانضي إلى إخوتي وقول لهم إني صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ إني رأيت الرب وأنه قال لي هذا والمجد لله دار البولوس فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بولوس الرسول إلى تلميذه القديس تموثاوس بركته علينا آمين إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يقبل إلى كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي للتقوى فقد تصلف وهو لا يعرف شيئا بل هو مريض بالجدال وكلام الشقاق الذي منه يكون الحسد والخصام والتجاديف والأفكار الردية والمنازعات أناس فاسد القلب وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة لأننا لم ندخل العالم بشيء ولا نقدر أن نخرج منه بشيء وإن كان لنا طعام وكسوة فلنكتفي بهما وأما الذين يريدون أن يصير أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية لا تنفع تغرق الناس في الفساد والهلاك لأما محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وأدخلوا أنفسهم في أوجاع كثيرة وأما أنت يا رجل الله فاهرب من هذا وسعى في طلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر وقبول الآلام بوداعة جاهد جهاد الإيمان الحسن وتمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل ويسوع المسيح هذا الذي شهد قدام بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن أن تحفظ هذه الوصية وأنت بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في وقته الطباوي القادر وحده ملك الملوك ورب الأرباب الواحد وحده الذي له عدم الموت الساكن في النور الذي لا يدن منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والعزة إلى الأبد آمين أوصي أغنياء هذا الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يتكلوا على هذا الغنى غير الثابت بل يتكلوا على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتنعم وأن يعملوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة ليكونوا شركاء مستقيمين مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الحقيقية يا تمثاوس احفظ الوديعة التي أودعتها لك معرضا عن الكلام الدنس الباطل ومقاومة المعرفة التي للإسم الكاذب التي إذ قرأها قوم لم يثبتوا في الإيمان النعمة معكم آمين نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثولي كون فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول بركته علينا آمين من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له هلما الآن أيها الأغنياء إبكوم والولين على شقاوتكم الآتية عليكم غناكم قد فسد وثيابكم قد أكلها العث ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكلوا لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة وذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ وأصوات الحصادين قد دخلت إلى مسامع رب الصابأوت قد تنعمتم على الأرض وتلذذتم وربيتم قلوبكم ليوم الذبح حكمتم وقتلتم البار ولم يقاومكم فاصبروا يا إخوتي إلى ظهور الرب هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الكريم صابرا عليه حتى ينال أول الثمر وآخرة فاصبروا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن ظهور الرب قد اقترب لا يأن بعضكم على بعض يا إخوتي لألا تدانوا هو ذا الديان واقف على الأبواب خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول آنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم ينضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين الابراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين من بعد أيام قال بولس لبرنابة لنرجع ونتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم وكان برنابة يريد أن يأخذا معهما يوحنى الذي يدعى مرقس وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما فحصل بينهما مغضبة حتى فارق أحدهما الآخر وبرنابة أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص وأما بولس فاختار سيلا وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله فاجتاز في الشام وكليكية يثبت الكنائس ثم وصل إلى دربة ولسترة وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانية وكان مشهوداً له من الإخوة الذين في لسترا وإيقونية فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانية وإذ كانا يطوفان في المدن كانا يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأرشاليم فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القدس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا القديس لوق البشير بركاته على جميع إيه 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 يعينا مم زمير يبينا داود النبي بركته علينا أمين شاك 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 لك لك إلى الدهر من جيل إلى جيل لأننا نحن شعبك وغنموا رعيتي إيه لك هلي هلي إيه 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 مبارك الآت باسم إيه 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 إلى الأباء آمين ولما صار الغد مضى يسوع إلى مدينة تدعاناين وذهب معه تلاميذه وجمع كثير فلما اقتربا من باب المدينة إذا واحد محمول قد مات وهو ابن وحيد لأمه وكانت أرملة وكانا معها جمع كثير من المدينة فلما رآها يسوع ترى أفعليها وقالا لها لا تبكي ثم تقدما ولمس النعش فوقف الحاملون وقال أيها الشاب لك أنت أقول قوم لك فجلس الميت وابتد آية تكلم فدفعه إلى أمه فاعتر الجميع خوف ومجد الله قائلين قد قام قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبا وشاع هذا الكلام عنه في جميع اليهودية وكل الكورى آه 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 والمجد لله ده آه 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 آه